احنا هنا في برنامج فنور اتكلمنا عنها ازاي فاكرين من ضمن الحاجات الزيوت اللي بتتلم اللي بيشتروا زيت الطعام المستعمل سواء بقى هيستخدم كزيت سواء هيخش في حاجات تانية سواء مواتها تحت بير السلم بس دي تحت بير السلم ويقضي على الحياة وامراض ربنا يبعدها عن نينا سرطنات وكانسر وبلوي زرق رب ده ما يوريها لعي حد وغيرها بقى في الادوية وغيرها في صناعات كهربائية تحت بير السلم الرقم يخد ده جماعة بتاع المصانع عشان كده لازم يكون في وقفة من المجتمع من الدولة ومن نينا ومن كل الاجهزة لان ده خطورة على الصحة وعلى الحياة وعلى الاقتصاد وعلى الاستثمار بدرجة مش متخيلين عشان كده هنتكلم في الفقرة دي بكل تفاصيلها النهاردة في صناعات تحت بير السلم مع بشموهنس باسيم يوسف عضو اتحاد الصناعات المصرية بشموهنس باسيم أهلا بيك أهلا بسعادتك والسادة المشاهدين مشرفنا من ورد ده شرف لي يا فنه حالتك وإحنا بنتكلم قبل الفاصل خضتني من الرقم ومن قد إيه الناس القائمين على أو الفاعلين في قطاع الصناعة مغضودين من الرقم ده وتأثيره في المجتمع على أسباب عدة فلو حكينا في موضوع تحت بير السلم نبتدي منين الحكاية نبتدي نقول هي ما كانتش كده زمان يعني في الزمانات لما كانت بتيجي بضاعة أيام ما كان في حظر وفي سانكشن على مصر هرجع للستينات كانت حاجات فردية وكان الناس يقول له دي أصلي ولا تقليد ثم مع الأسف حاليا الموقف خطر جدا بتسمعه عن مشاكل هي مش بس في الدواء ولا في الزيوت لكن في الاستخدامات اليومية للناس اللي بتعمل استثمار يعني الإنسان البسيط لما يشتري سوري يعني لمبة عشان ولاده يذاكره واللمبة غالية وبيدفع فيها نفس التمن بتاع اللمبة المزبوطة بس هو ما يعرفش فلما بيلجأ للجهة اللي بيشتري منها التاجر تاجر سعيد جدا لا في فطورة ولا 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 فيقول له خدي وعلى مسؤوليتي هي بالنسبة له بيع مشفية يعني عصر عصر مع الأسف الشديد الرجل ده مبدأ التجارة المبدأ عنده الفلوس اللمبة اللي بيشتريها لابنه وبنته عشان يذاكره ده استثمار ما عندهش كل يوم يشتري بنفس الأبعار بتاعتنا ده أول جزء المصنع خطورة في ايه هو بينافس المصانع الكبيرة في شراء الخامة بعد ما بيشتري الخامة أرض خامة لا هو بيبتدي بقى يتعامل مع الخامة ان يقلل جودتها فيكسب منها أكثر بيجيب الدرجة التالتة الرابعة العشرة يعني بيعمل إضافات عليها عشان توفر له منتهى الخطورة المواصفات اللي اتعاملت في الدنيا كلها اتعاملت لأسباب استخدام والحفاظ على الممتلكات وإلى آخره طيب الرجل ده عمل استثمار الرجل ده جاب مصنع اشترى معدات عين ناس بتديهم مرتبات لكن هو هربان وفرحان انه هو هربان انه ما بيدفعش تأمينات ما بيدفعش ضرائب حمات عديقة لا بس هو كان عنده فرصة بقى انه ده لو ظهر احنا بنحاول فتحة الصناعات والبلد لا تقلو جهدا في هذا الموضوع لكن الناس في نوع زي الشطارة او الربح اللي هو مش مظبوط هيجي على دماغه احنا احنا لنا وقفتين احنا كمستهلكين وكشعب لازم نرفضه بس الوعي يجيله منين يعني انسان البسيط اللي هرح يشتري حاجة مخشوشة حضايك هيعرفها منين فين الوعي اللي عنده جد بحتك بتقولي بتتقلد بالبركوت بيقلد الكوار بيقلد البركوت ده في الصناعات الكهربائية انا كنت بالصدفة مبارح في اجتماع موسع بشؤون افراقية وحاجات زي كده في حاجات كنت شفتها قلت لهم انا صاحب المصنع مش هعرف ان المنتج ده مخشوش الا لما يدخله هو صاحب المنتج الاصلي المنتج بتاعه مش هعرف ان المنتج ده المضروب من اللي هم سنعه قلدين المنتج بتاعه بالتغليف كان في زمان بالبركوت دهوقتي بالكيو ار بكل حاجة باللي مكتوب على الغلاف لدرجة ان انا مبارح اديتهم مثال انه مش هيقدر يعرف المنتج ده بتاعه ولا مخشوش الخطورة هما فهمينها انها الشطارة حصل حرائق حصل ناس عيد حصل ناس على حسب طبعا نوعية المنتج ادوية اغزية ده انا عندي ادوية في الادوية الزيوت حضايك تفضلت موضوع منتخل خطورة اه طبعا يعني يعني بالصدفة مثلا عندي كميات زيوت مهولة لا يمكن ناس استخدمها عرفة بش مهانس احنا رصدنا وعزرا للمقطعة مش في الاحياء المتوسطة ولا البسيطة ده في الاحياء الراكة بيلموها مع العلم ان احنا فتحنا الملف ده هنا ان يمكن ان تستخدم هذه الزيوت كوقود لبعض انواع الطائرات ولكن احنا بندخلها في قصص تاني فهي ما بين ضعف رقابة ولا غش هقول لحضرتك حاجة كان الحاجات المخشوشة في الزمانات بنقول انها في المناطق البعيدة عن الحضر او بعيدة عن القاهرة او لا او اسكندرية او انهار ده في قلب القاهرة في الاسواق الكبيرة بتاعت المنتجات طبعا هنه عندها تجمعات اسواق موجودة الرجل ده اشترى خامن وعي الناس وجب مكان ده هو لو ظهر هو فرحان من محدش شايفه لكن هو مش عارف ان هيكسب اكتر انا مش بتكلم في دفع ضريبة انا بتكلم في حاجة تانية يكسب اكتر طبعا ازاي اقول لحضرتك اقول لك انا كده لضرائب وخمات رضي قوي ولا منتزل حلو خالص معروما دي جديدة هقول لحضرتك هيكسب ازاي احنا عندنا وحدات في الاتحاد نساعد بيها الناس كدزاين كسابورت فاني وات افر بالنهاردة لما الراجل ده يبقى ماشي حسب المواصفات هيكسب ازاي هيخش ورد في المشروعات المشروعات الكبيرة يبقى هيبتدي يرفع اللبن يشتغل في المناقصات يبقى دخل في منظومة مختلفة مش بقى حتت ونكسب منها لان هما زي ما قلت الحضارك عاملين ساس مرات طب ما تكمل بقى وتشتغل صح وتحبت الخمس صح واطلع الصين ما كانت نقاط صغيرة صغيرة كبرت ازاي النهاردة اول ما اشتغلت يعني في الزمانات مثلا لما كنا نقول لهم عايزين حاجة وكنا بنقول الصين دي محدش يجيب بينها يقول لك انت عايز ايه لا الراجل كان بيقول لك انت عايز شكل عاديك الشكل على قد فلوسك انت عايزها بكام اه عايزها بكام عايزها بكام لا انا النهاردة لما اجي اشتغل وخصوصا ان البلد فيها فرص ما تصدقش ان احنا في موقف في عسارات اه طبعا في كل حتة انا مش عايز اقول لحضرتك الزروف شكل ايه في الخارج يعني مش عايز انا بتكلم على المانيا دول اوروبية وامريكا وكندا اليابان اليابان يا فندم انجلترا في معاناة غير معقولة المانيا النمسا طيب لكن انا بقول بقى البلد في استهلاك في تنمية طيب انا اشتغل عليها انا لما اخش في المشروعات دي وابقى وكده باشتغل على مواصفات انا اسف ان اقول بدل ما انتج اكس هانتج عشرة اكس وحق الربحية واشتغل مزبوط واشتغل بمواصفة ويمكن بكرة صدر لان صدقني ان حجم الاستثمارات اللي معمولة مش هخطر لك على بال لان مع الاسف البلد كبيرة ومفروضة والناس دي هي عارفة ازاي التوصل للمستهلك انا بقى عليها دور مع احترامي الشديد للاعلام عليه دور كبير جدا في توعية لان مش كل الناس فهمها يعني صاري اللي داخل يشتري دوا واحد بيقول له اشتري دي يقول له خلقه يقول له عليا جرى ايه ده انت مش هخدت مني قبل كده واشتغلنا صح وكنت مبسوط اه ربنا اشتري ايه اشتري دي فهو اللي بيوجهه هو بيوجهه المكسب المكسب بعدين هيروح فين طب يوم ما يتمسك هنروح فين وليه بنعمل كده في بعض دي جواه بلدنا لمواحد قال لي الحرائق من كم شهر الحرائق جاية من الخطأ المواصفة تحترم وتشتغل وخش وانتج والسوق مفتوح ومفيش احتقار لنوعية معينة من المنتجات عايزة لحضرتك ايه ايه اكتر قطاع او ايه اكتر يعني صناعات فيها نسبة غش انا عارف ان الكهرباء دي من زمين الكهرباء الدواء الغذاء الكهرباء ما نيجي نقولهم كده نقسمهم الغذاء كثير جدا نسبته تقدر حاجة لنا 5% مع الاسف الناس بتاكل طول النهار اه فنسبة الغش في كل حاجة في كل حاجة موضوع الزيت ده بالصدفة يعني جزء في الشغل عندي يعني كنت تقولهم اعدام الزيت يعني حتى الزيت اللي انا بيطلع من منتجنا لا يصلح للطعام بس في يوم ما واحد سألني هذا سؤال تقوله اعدام للزيت عشان ما حدش يعيد استخدامه او 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 الاخر الا في بروسس معين تتعمل علي اه صعب الحالات احترمها الدواء في غش الصناعات الدواء بقى هو البيكيو ار كود وبالبر كود الصناعات الكهربائية فيها غش من سنين مزهل اه طبع مزهل اه وفيش وخمات وكل ومفاتيح كل حاجة ده في مركة مشهورة يعني بتاعت المفاتيح الكبيرة الايطالي بتتضرب هقول لحضرتك على واقع بدون اسماء كان بيشرفني رئيس احدى الشركات وكنت طالبه ييجي نقعد نشوف هنعمل ايه في حكاية المنتج بتاعنا اللي بيتقلت فاول ما قعد قال لي انا عارف المنتج بتاعك الراجل ما صدقش قال لي انا معاك في اي حاجة هتعمل قضية هتعمل ايه زهل بقول لحضرتك يعني زيان بيقولوا كوبي كونفورم تبقي الاصل بس من جوه حاجة تانية خالص خالص وده مثلا سوري لو كان بيتباع هذا المنتج ايامها بعشرة جنيه ده ما كانش يكلف اتنين جنيه لجوا بيجي يعمل ايه لما يديه للتاجر يحطوا تحت ده بجنيه اتنين جنيه ايامها الجنيه كان قيمة فينزل تحتها جنيه او اتنين جنيه مستهلك ما يعرفش بيقولوا خد ده انا مجربوا اه اه بتاعي ده زمانتي زمانتي ازي يعني ايه زمانتي لو في واحد احرق منشأة احرق يعني كان في يوم ما بنعمل حاجة اوتوماتيك للشواء فواحد يقول لها اشتريها ليه 25 جنيه 25 جنيه 25 جنيه بتحميلك بيتك عاملة بروتكشن لبيتك فمع الاسف موجود وبكسرة بنحاول نفهم الدولة بتحاول تساعد ادوا افكار كويسة جدا في عدم دفع درائب اول سنة مثلا لغاية لما يبتدوا ينتجوا يخشوا في المنظومة الفاتورة الالكترونية بيشتعلوا بدون فاتورة الناس دي معلش بشمانس باسين الناس دي معروف اما كده هقول لها داك الحجم في حتة في الكهرباء بالتحديد معروف ما كان بس حاول تخش مع الاسف مع الاسف الحاجات التامية زي ما اوقات كتير بتلاقي ان الناس قال ليه دول الحاجات الغذائية العبوة هي من جوا في ايه منتهى الخطورة بس مش اقول دماير ولا حاجة لكن بقت شطارة بقيت فهلويكم مصطلحات سوري ما تسمعش عنها في اي حتة في الدنيا تعتقد حضرتك مع مجهودات الدولة وحزمة الاغراءات سواء اعفاءات ضربية تسهيلات دعم منكم من اتحاد الصناعي هل انا محتاج حملات لا لا يعني انا النهاردة ومن مين تلات حاجات ومن مين الضبطيات محتاج الاعلام يوجه الناس انه هقول لها ذاك حاجة مع الاسف اغلبية المجتمع ما بيقراش لكن لما يتفرج على التلفزيون او يسمع اذاعة بيبتدي ياخد باله فالاعلام عليه في رأي جزء رئيسي بالاضافة الى الحملات بالاضافة الى الضبطيات هنعمل ايه بس احنا لازم نحفظ على كينونة البلد بتاعتنا لان بلد عظيمة وفيها خير وفيها فرص على فاكرة البلد دي فيها 55-60% شباب اه وده مش موجود في اوروبا مش موجود في حتة اه اوروبا القرار لغوز واخد بال حضرتك في دول النهاردة لما ترجع تاني الاقتصاد للستادي ستيت بتاعه هيبتدوا تطلبوا ناس تشتغل عندهم الصين عدلت نفسها النهاردة الصين عندهم ريسارش وديفلوبمنت يعني الابحاث والتطوير بشكل انه عملوا حاجات يعني كلنا شايفانها عدت عدت المنتج الاوروبي في عربات كتير غازت الشرع المصري صيني لو ارجع مع حضرتك ل2005-2006 اول ما الصيني اقول لك انا هرقب صيني النهاردة الصيني بقى بينافس مع الكوريا ومع اليابان ليه بقى حضرتك انا العربيات الكهرباء عشان حضرتك بتكلم في الكهرباء عربيات الكهرباء البطاريات بتاعتها مش البطارية اللي بتدور البطارية بتاعت التحزين بتاعت بتاعت بتشحينها جاي من الصين لما حضرتك الشاشات والداشبورد والحاجات دي كلها حصل ازمة ايام كوفيد وخلافه وقال لك تأخير الانتاج لان ما فيش كلها جاي من الصين السيمي كونداكترز كلها جاي من تايوان المنتجات اللي مرتبطة بصناعات معينة كلها جاي من برا الاول كان راقم فلكي دلوقتي بقت حاجة زهيدة بقت حاجة اولموس ببلاش الاول كالتكنولوجي دلوقتي ما فيش معه النهاردة حتى لو مسكت موبايل تمنه اغل اللي خامة فيه كام خلاص النهاردة احنا بنقول الصين وحش لأ الصين بنت نفسها وعملت شغل في كل المجالات مش في الكهرباء ولا في العربيات ولا دخلوا في اسلحة ودخلوا في كل شيء بس هي كانت بتعاني برضو بكلام حضرتك بتعاني من هذه المشكلة من وجود هذه يعني حتى لو اختلفت درجة الرضاقة بس كان عندها نفس المشكلة دي مصانع تحت بير السلم طبعا كانتقول لها مصانع تحت بير السلم ايه خطوات اه جريوا بقى هما لما لقوا بقى انفتحوا على الخارج وبتدأت ناس تروح لهم وبتدأ واحد يقول لا مش هشتري منك انا عايز مواصفة يقولوا لا يا عم عملها لك فابتدأ هو يرفع ابتدأ يجيب الاول من بره النهاو النهاردة بقى عندهم هما نهاو متقدم مع اوتوماتيك حضرتك نسمع النهاو دي مكناش نسمح عن النهاو ما كانش فيه كله بيقلد النهاردة معظم الشركات الاملاقة اللي كانت في اوروبا او في الولايات المتحدة عملها افرع بتاعتها في الصين العمالة العامل بيشتغل هناك زي المكرة زي المكرة ما فيش ما بيبصش عارف هو بيعمل ايه واحد اتنين هو مش فهم بيعمل الدور بتاعه لا هو مش فهم دي هتوصل لايه لكن فهم يعمل دي كذا اللي تدرب عليه فبيعملها وبعدين حبوا بلاتهم انتاجوا فيها واخلاصوا النهاردة كل الناس بتروح وبتشتري وانا اسف فللت هذه الكتلة البشرية في كده يعني حولتها من كده الكتلة من شعب بيقولك ملوش لازمة الى النهاردة بقى بنشمارك الناس بيقولك عنها نفسي بقى زي الصين اذا انا محتاج استراتيجية باش مهنس بسين في استراتيجية بتتعمل في البلد وفي حاجات تتعملت الاستراتيجية بتاعتها وخلصت لكن هو زي ما بقول الاعلام لازم انا مش طب احنا معاكو مش بتجنى مش بتجنى على اه لكن انا لما بعمل حاجة واقول مثلا بكرة ان شاء الله في منظومة ضربية جديدة وصلها للناس يعني حضرتك تروح مستضيف حد يبتدي اعمل وقنوات اخرى لان مثلا انا بتفرج على قناة حضرتك في غيري بتفرج على قناة تانية فالمنظومة تنتشر تتكامل تنتشر وتتكامل لان زي باكرر الناس ما بتقريش لكن بتتفرج على تلفزيون النهاردة الموبايل بقى ام سوري بقى الوسيلة الغالب الوسيلة اللي موجودة لدى الناس اللي المعرفة استغلها اشتغل عليها اشتغل على الازاع اشتغل على التلفزيون بس لازم اوصل بالمعلومة للغالبية العظمى من الناس لان الكمبيلة دي كمبيلة خطيرة جدا احنا بنقول عليها كمبيلة موقوطة لكن لما ترجع في الزمنات معلش انا يعني عجوز شوية لما نرجع للخمسينات ستينات سبعينات لغاية تقريبا منتصف التمانينات عمرنا بس معنا نشقة حصل فيها حريقة نتيجة ماس كهربائي كان فيه كد بيحترم في التنفيذ احنا بقى عندنا ثقافة جديدة الشطارة اللي هي ما عملش الحاجة صحة نفس العامل او نفس الفني اللي ما بيعملش الحاجة صحة لكن لما كان بيشتغل في البلاد خارج مصر منضبط ما يقدرش ليه الغلطة مع السلامة لكن هنا بقى هنبتدي نخش في معلش ما ينفعش المواصفة المواصفة تحترم النهاردة ما حدش سعر لك منتجك فطالما انا ما سعرتوش لساعتك هتحطه بالسعر اللي يرضي السوق ويرضي ساعتك في الربحية عشان لازم تكسب عشان تشتغل وتطور وتطور خطوط انتاجة تطور المنتج بتاعك ده لازم لكن انا مش فارد عليك سعر فحط السعر المزبوط حط الهامش الربح المزبوط بس الديني بقى حقي في المواصفة المزبوطة او المنتج المزبوط هل تعتقد حضرتك بشموانس ان نظام الشمول المالي اللي بتعمله الدولة وتسهيلاته اللي منها طبعا جزء ضريبي وجزء خدمات وي 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 ممكن يغري شوية او هيقفل الباب شوية ولا برضو هم هيعرفوا يفلتوا منه هقول لحضرتك يعني في حاجة جاية قريب جدا ان خطوط الانتاج الجديدة اللي دخل للناس المسجلة بنكية تختلف عن التانين يعني حتى التاني لو استلف من بنك هيستلف علي ايه يعني هيحط وديعة ويستلف عليها واخد بال حضرتك عشان يجيب خط انتاج او يشتري خط مستعمل ويجدده والحاجات اللي حضرتك فهمها دي لكن الدولة ابتدت تعمل اولويات وبصراحة يعني عندنا حاليا في الصناعة اللي قدر اقول احنا في موقف متميز بقيادة وعية جدا للظروف اللي احنا فيها هيدي بقى لخطوط الانتاج والشركات اللي لها تواجد هيجيب لهم كل المنتج او خطوط الانتاج الجديدة بفوائد بنكية حوالي خمسين في المية من اللي بيدفع لقيمة معينة شكوى قريب للناس كتير خلاص جاية موضوع دا ابتدينا بجزء في الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية ودخلة تباعا يعني عشان ما تبقاش عربيات بقى والحاجات الاجهزة الاجهزة دخلة كله داخل عشان نعمل اولا في خطوط انتاج لازم تتجدد لان برضو في مصانع او النهاردة برضو مع انخفاض العملة انا محتاج ارقام كبيرة والفوائد عالية جدا فانا اتخيل حضرتك انا مثلا هستثمر متين مليون جنيه على ما ييجي العائد بتاعهم او على ما المصنع يبتدي الانتاج بتاعه المتين مليون هستددهم اخر السنة متين وستين اه لسه ما اشتغلتش فالفكر علاء نفسي دخلت في دواير افندم علاء نفسي دخلت في دواير مديونيات يبقى ماش هقدر ألاقي فلوس التشغيل فهو دي النقطة الاساسية اللي هتعلن قريبا جدا لان بتدرس وكلنا قدمنا لقطاع الصناعة وست الفريق الحاجات اللي احنا عايزينها عشان يبتدي يعمل رائع جدا رائع من ضمن الاخبار اللي سمعتها وكنت متباحة يعني في احدى الصحف القومية من يومين ان فيه شركة سويسرية وكلنا عارفين سويسرة في الصناعات وفي الشوكلة والحلويات رقم واحد يعني هتفتح مصنع للشوكلات السويسرية في مصر فده برضو بيدل ان احنا داخلين على مرحلة ان شركة باسم يعني يعني كبير انها تفتح عندي هنا ده ممكن يدي لي فرصة ان انا عندي افاق لحاجات كتير قوي ليه بقى هيك سمعت اكيد المنتج بتاعهم اي واحد هيجي يشتغل في مصر المنتج بتاعه تلات مميزات اولا لما الفني المصري بيشتغل صح وبيقبط الانتجاه بتاعته كويسة بان امرأة واحد بس هو ارخص بكثير جدا تحت اي مسمى من يكسب في اي مقر العامل في سويسرا ده اول حاجة تاني حاجة سويسرا هتستفيد من اتفاقات اللي بنسميها زي دول الكوميسا وسط افراكيا غرب افراكيا او الاتفاقات السنائية زي اللي مع الدول العربية مع تركيا سوق مفتوح بدون جمارك فبالتالي اسواق جديدة اسواق بتتفتح ممرة اتنين ودي اوقات ناس ما بتاخدش بالو منها لما مصر في السنتر ما بين هدي جنوب اوروبا وهدي افراكيا كلها وهدي الشرق الاوسط فالراجل بيحط نفسه في حتة يقدر يوزع منها فيكسب عملاء جداد وكسرين ومستهلكين متفائل حضرتك بوجود معنا الوزير كاميرا الوزير في الفترة الجاية ان انضباط القطاع الصناعي يعني انا بقول ان احنا مع احترامي الشديد للجميع من كانوا قبله وكده مع وقفة سيادة الرايس معانا في اتحاد الصناعات والصناعة المصرية ويحط واحد زي سيادة الفريق انا هقول كلمة كاما انا ما عنديش حاجة معهم لكن اللي اقدر اقوله ان دي العصر الزهبي شطرتنا نستفيد منه ونكبر لان عندنا فرص للتصدير وللشغل كبيرة جدا تمام باش مؤادس باسيم يوسف عضو اتحاد الصناعات بنسكح كفاندي مشرفتنا ونورتنا شكر لحضرتك واشكر السادة المشاهدين وتحت امركم شكرا لك مشاهدين دي كانت فقرتنا عن صناعات بيرسل ما بين دولة بتخطط لاستثمارات وصناعات وجذب صناعات جديدة من دول تقيلة لسوء مفتوح في وسط العالم زي ما قالنا باش موانس في السياق الحديث لسه بنعاني من ده فضبط هذه الاجراءات وتقننها والوعي الضريبي والشبول المالي وتوجهات الدولة نقدر ان احنا سنة سنة زي ما دول زي الصين عدت المرحلة دي نعدي المرحلة دي ونزبط الأداء ولكنه ليس دور الدولة دور الدولة دور الاعلام دور اتحاد الصناعات دور متكامل مفيش حد يقدر لكن عالتاني دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامجكم في النور نلقاكم الأسبوع القدم على خير تصبحوا على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة